السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي القناة كورا سبورت اهلا وسلام بيكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي هنرد فيها عن كل قلقة كذيب والشائعات المغرضة عن النادي الاهلي عشان كده بعد اذن حضراتك لو انت اهلاوي ويهمك مصلحة النادي الاهلي ويهمك تعرف كل حاجة عن النادي الاهلي ويهمك الرد عن كل كلب يسول وتسول له نفسه انه يهاجم النادي الاهلي او يهاجم ادارة النادي الاهلي ويهز استقرار النادي الأهلي ادعمنا باللايك عشان نوصل لأكبر عدد من مشاهدين ومتباين طيب نهاردة النادي الأهلي فاز على نادي غزل المحلة بسلسية نظيفة وشفتوا قد ايه النادي الأهلي كان خايف من غزل المحلة وجماهير النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي قد ايه كانت مرعوبة عشان تلعب مع غزل المحلة في القاهرة بدل ما تروح غزل المحلة وتشيل خمسة أو ست أهداف في المحلة وخوف وقلق ورعب ملايين من جماهير النادي الاهلي اللي الدولة قدام خوف الاهلي وخوف ادارة النادي الاهلي تراجعت الدولة وخلت واجبرت ادارة غزل المحلة انها تلعب في القاهرة على غير رغبتها طبعا كل الكلام ده كله كلام عبيد كل الكلام ده كله اي حد بيروج ليه هو مراوج للفتن ومثير للفتن والتعصب بين الجماهير مع احترام الكامل مع احترام الكامل لنادي الغزل المحلة غزل محلة مين اللي هخاف منها كنادي اهلي انا بطل افريقيا يا حبيبي لما تيجي تتكلم اقرف انك بتتكلم عن بطل افريقيا بطل افريقيا اللي كسب اللي كسب الوداد المغربي في الوداد المغربي اللي راح لعب النجم السحيلي ولعب عشر لعبين مع القزارة التحكمية اللي كانت موجودة وضرب الجزاء ما بتتحسبش للأهلي وبلعب ناقص لعب بلعب عشر اللاعبين في اول خمس داول ربع ساعة من المباراة وبكمل المباراة ما بعترضش مباراة كانت معركة حربية في السودان واشققنا السودانين اللي تم شحنهم من قبل اقزر شخصية اعلامية في مصر معروف كلكم عارفينه ومع ذلك الاهلي ما طلبش ان المباراة تتنقل من ام دورمان او من الخرطوم تتنقل لأي ملعب خارج السودان والاهلي راح لعب في وسط معركة حربية ولكن مع ذلك الاهلي ما خافش فالاهلي اللي مخافش من الهلال ولعب في السودان الاهلي اللي مخافش من اه سانداونز وورح لعب في سانداونز الساعة تلاتة العصر الاهلي اللي راح كسب الوداد في الوداد الأهلي اللي كسب الزمالك في نهاية أفريقيا الأهلي 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 هيخاف من مين ولا من مين ما أحترامك كامل إذا كان اللي بيتكلم أهبل فاللي مستمع عائل إذا كان اللي بيتكلم قزم الإعلام فاللي بيستمع أكيد عائل وفاهم وعارف إن كل الكلام اللي مليوش لازمة في الموضوع ده بالذات ما هو إلا هراء النهاردة النادي الأهلي عنده فرقتين موجودين في اسماعيلية فرقة 16 سنة وفرقة كبيرة الفرقة الأول للنادي الأهل في كرة السلة موجودين ومقيمين في الإسماعيلية للاعب ثلاث مباريات مع نادي الزمالك في دور السلة الدور ربع نهائي من دور السلة الدور المصر للكرة السلة المباراة الأولى الأهلي اكتسح فيها الزمالك واحد وتسعين تمانية وستين في الكبار وستاشر سنة كسبوا الزمالك مش عارف تمانين حاجة وستين برضو يعني لا في توبس الكستر ولا في أي حد بصل اي حد من النادي الاهلي بس ومش ولابد جمهير الاسماعيلية جمهير محترمة شعب الاسماعيلية شعب محترم شعب مضياف كل اللي بيتم ترويج ليه من قبل القزم قزم الاعلام وكلمة قزم دي مش ترياقة ولا سخرية ولكنها وصف للطريقة المكتزلة اللي بيستخدمها هذا الشخص في الاعلام او في تقديم المعلومة للجمهور النهاردة اتفاجأت بصراحة من المدرب المساعد او المدرب العام لنادي غزل المحلة طارق غيدة طارق غيدة قال حاجة حلوة قوي قوي قالك ايه ارتكبنا خطائين في الشوت التاني الاهل استغلوهم وسجل الاهداف اهداف غير ملعوبة كنت اتمنى ان الاهل يكسبنا باهداف ملعوبة معلش يا استاذ او يا كابتن طارق الدور التاني ان شاء الله لما نيجي اللعبك في المحلة في استاذ غزل المحلة بازن الله انا وعدك ان احنا ديبقى نجيب معانا شوية العاب اهداف ملعوبة عشان حضرتك شايف ان المباريات والنقاط التلاتة اللي خده من النادي الاهلي لا يستحقون لان التلات اهداف ما كانوش ملعوبين يا جماعة تلات اهداف جم من اخطاء دفاعية ما جاتش من لعب النادي الاهلي على الرغم ان مثلا الهدف التاني للنادي الاهلي الهدف التاني بتاع كهرباء للنادي الاهلي جاي من اتنين وعشرين لمسة لعبت النادي الاهلي كلهم دون استثناء لمسوا الكورة في الهدف التاني فانت عايز كورة ايه ملعوبة تاني يا كابتن طارق غيدة عايزنا نخش ادخلك تلات اربع لعيبة بالكورة جوا الجون عشان يتحسب ان هو لايه هدف ملعوب من وجهة نظرك اعتقد ان الاستاذ ابو غيدة او كابتن ابو غيدة يترد عليه طيب تعالى للشخصية الوسخة اللي اسمه علي سينسين او علي لولو سوسو سينسين علي سوسو بيتهم النادي الاهلي وبيتهم العظيم محمود الخطيب وبيتهم العماني الاماراتي المحترم الاستاذ الاعلامي الكبير يعقوب السعدي اللي فردت فردت جزمت يعقوب السعدي تساوي مليون من عينة علي لولو سوسو او سينسين زي ما انت عايز تقول علي سوسو خلينا بس متفقين ان من امن العقاب اساء الادب وطالما انا غلطت فيك مرة واثنين وثلاثة وما ردتش علي ولا عملت في بلاغ ولا اي حاجة فانا هتمادة هتمادة مرة اتهمتك انك حرامي مرة اتهمتك برشوة الحكام مرة اتهمتك بزعزع اتزعزعت استقرار الدولة مرة 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 وانت كنادي اهلي ما بتردش انت كنادي اهلي واخد طريق الصمت وعدم الاعتراض او عدم الحديث عن مثل هذه الاشياء لدرجة النهاردة الراجل بقى يتكلم راجل ايه والله ده ما يسوى مداس في رجل انضب ست في مصر اي سيدة مصرية جزمتها تساوي مليون من عينة هذا الشخص القذر قال ايه بقى قالك العماني الاماراتي يعقوب السعدي مدفوع على الاهلي من اجل جلوب سكر اه نادي القرن في العالم بعد منافسة بين برش مع برشلونا وريال مدريد وباير ميونيخ النادي الاهلي فاس في مرحلة التصويت يتبقى مرحلة اه الخبراء والصحفيين العالميين اللي كل واحد يده برضو الصوت بتاعه للنادي القرن على اه مستوى العالم وفي دعوة مقدمة لكابتن محمود الخطيب انه يكون موجود في الامارات علشان يحضر اه ويستلم الجايزة جائزة نادي القرن في القرن الواحد وعشرين نادي القرن عالميا فالاخ علي لولو اللي مخه والله العظيم تلاتة ده لو مخ كلب مش هيساوي كده بقى مش هيعمل كده لو مخ حمار ما هيعمل كده يعني الحمار بيفهم عنه تمام فعالي سوسو راح منزل البست تاني لا محدش رد قالك اذا ذهب الخطيب الى الامارات للتطبيع مع العدو السهيوني فلا بد من محاسبته طبعا له حق انا بقول لك اهو لحق النادي الاهلي انا مبردش ولا بروح ارفع عليه قضية ولا عمل في محاضر ولا بعمل في اي حاجة سايبه عمال يشتم في النادي الاهلي يشتم رئيس النادي الاهلي يتهم النادي الاهلي اللي هو نادي الوطنية غصب عن الجزمة ابن ستين في سبعين ده واخد بالك وسايبه يعمل اللي هو عايزه وبيتهمني يعني وصلت للتطبيع مع اسرائيل اللي دولة مصر اساسا عاملة معاهدة سلام مع اسرائيل فانت النهاردة بتتهم النادي الاهلي اللي هو نادي الوطنية غصب عن اللي جابك واخد بالك انه رايح يطبع مع العدو السهيوني اتمنى ان الدولة او النادي الاهلي يكون ليهم وقفة مع هذا الشخص القذر طيب كابتن رضا عبد العال كابتن رضا عبد العال بيتريق على عمار حمدي كابتن رضا عبد العال بيقول لك عمار حمدي اللي بيتريق على رمضان صبحي انه بتاع فلوس وشريف اكرامي بتاع فلوس عشان راحوا برامز عشان رمضان هياخد اربعين مليون في السنة في حين ان عمار حمدي نفسه لو جاله عقد بمليون جنيه بس من نادي سين صادعين البنهاوي بمليون جنيه هيبيع الاهلي ويبيع اللي جابه الاهلي عشان خاطر المليون جنيه طيب انا هرد على كابتن رضا عبد العال لان انا ما بحبش الهجس ما بحبش الهجسين يا كابتن رضا يا محترم عمار حمدي واسأل مسئولي بيرامدز لو ليك علاقة بيهم واخد بالك اسألهم كانوا عارضين كام على عمار حمدي عشان ينتقل لنادي بيرامدز وطلبوا منه انه يلوا ادراع النادي الاهلي او يقول لهم انا وقعت البيرامدز وانا عايز امشي ويحاول يضغط على ادارة النادي الاهلي في مقابل انه ينتقل لنادي بيرامدز روح اسأل ممدوح ايد روح اسأل هاني سعيد روح اسأل اي عمر باسيوني اسأل اي حد في نادي بيرامدز عرضوا كام على عمار حمدي معرضوش مليون ولا اتنين ولا تلاتة عرضوا عشرة مليون جنيه في السنة على عمار حمدي ومع ذلك يا كابتن رضا رفض الاغراءات المالية في لعيبة بتاعت فلوس في لعيبة كلاف فلوس في لعيبة تانية بتحب الانجازات وبتحب النادي والكيان والجمهور فده ردي على الكابتن رضا عبد العال اللي على الجانب الشخصي بحترمه لكن تصلحاته لازم نرد عليها بكل قوة طيب تعال نروح لكابتن احمد شبير احمد شبير طلع مع عمر اديب طبعا احمد شبير ممنوع انه يتكلم في قناته القناة اللي شغال فيها لان ابو ريدا قبل كده اتهم وتواصل مع مسؤولي الشركة الرعية للقناة ان احمد شبير بيستغل البرنامج من اجل نشر برنامجه الانتخابي والضرب في من تحت لتحت وبيتهمني اتهامات باطلة وكده ما ينفعش لدرجة ان احنا سمعنا في وقت من الوقات ان الشركة حددت كابتن احمد شبير ان لو جبت سيرة هاني بوريدا في البرنامج او استخدمت او استغلت البرنامج بتاعك من اجل نشر البرنامج الانتخابي بتاعك او تجيب اعضاء من جمعية العمومية في الاتحاد المصري عندك في البرنامج وتستضيفهم عشان تضمن اصوات في الانتخابات القادمة في الاتحاد المصري البرنامج بتاعك العقد بتاعك هينتهي مش هنجدد فكابتن احمد شبير قال له خلاص انا مش هجيب سيرة هاني بوريدا ولو تلاحظ السر في ظهور برنامج متحة شلبي مرة اخرى سر ظهور متحة شلبي في هذا البرنامج او عودته للشاشة مرة اخرى حكيتين اقتراب موعد انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم عشان يهيئ الدنيا لأحد المرشحين وانتوا عارفينه بالاسم والامر الاخر لالتمهيد للانتخابات القادمة في النادي الاهلي انا بقول ورزق على الله انتخابات النادي الاهلي القادمة هيكون في برامج موجهة سواء كان لصالح احد المرشحين ضد كابتن محمود الخطيب او للضرب في احد المرشحين ضد الكابتن محمود الخطيب ده بالنسبة لي الكابتن متحة شلبي فكابتن شبير قال لك انا هفضل ساكت شايف دي حب تحصل وشايف مخطط بيحصل من اجل تهيئة الامر لصالح هاني بوريدا في الانتخابات القادمة فطلع شبير مع عمر اديب في قناة ام بي سي مصر قال ان هاني بوريدا هو اللي غير صيغة خطاب الفيفا وان ده زار وليه عمر الجنيني ما يديرش هو الاتحاد المصري لكرة القدم الفيفا كان بعد خطاب وقال احنا عايزين بدل ما يبقوا خمس اعضاء يبقوا ثلاثة بس برئاسة عمر الجنين ويكمل عمر الجنيني لنهاية شهر يناير وياجراء الانتخابات بالنسبة لاتحاد المصري لكرة القدم ولكن لان عمر الجنيني والكلام على لسان كابتن شبير عمر الجنيني كان يدير الاتحاد باستقلالية وده اغضب البعض واكيد هيكون في رد فعل قوي من الدولة لاننا بلد كبيرة لها قوانين واعتقد ان هاني يا بوريدا شايف ان عمر الجنيني مش هيسنده في انتخابات الفيفا والكاف عايزين يعملوا انتخابات اتحاد الكورة في يناير والدولة قالت ما فيش انتخابات دلوقتي هو في مصري ما بيحترمش قوانين بلده بيخوفونا بفزاعة الفيفا ده كلام كابتن احمد شبير اللي مقدرش يقوله في قناته تعال نروح ليه نادي الزمالك نادي الزمالك دول ناس جمال جدا افتكروا بس ان نادي الزمالك وقناة الزمالك وخالد الغندور اللي اشتغلوا ايام واسابيع وشهور على فكرة ان احنا خسرنا الدوري مش الموسم المنصارم ده الموسم اللي قابله اللي هو بتاع امم افريقيا واللي خسروه في اخر تلات مباريات والغل بتاع الجونة والكلام ده كله طلعوا قالوا ان السبب الرئيسي ده في قناة الزمالك في برنامج خالد الغندور برنامج زمالكاوي والصحفيين اللي كانوا بيجوا كلهم قالوا ان السبب في فوزة الاهلي ببطولة الدوري المصري ال41 مش ال42 للنادي الاهلي هو مجلس ادارة هانيا بوريدا اللي كان بيدعم النادي الاهلي وبرتب مباريات للنادي الاهلي على الهوى وعلى الكيف وهو اللي أهدى البطولة لإنماد الأحيان طيب إيه اللي حصل بعد كده إيه اللي حصل يا سادة يا كرام إن رئيس نادي الزمالك السابق المعزول دعم هاني أبو ريدا في الانتخابات وقال علانية على قناة الزمالك إحنا بندعم هاني أبو ريدا أحمد شبير مش بس كده لأ النهاردة أمير مرتضى منصور قال لك كل التوفيق والدعم لللجنة السلسية برئاسة المحترم أحمد مجاهد أحمد مجاهد ده اللي كان عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق اللي كان رئيسه هاني أبو ريدا يعني ده تاني شخص واللي كان مسؤول عن لجنة شؤون اللاعبين لجنة شؤون اللاعبين اللي هي أنهية فندم اللي وثقت عقد كهرباء واللي كهرباء بيتهم لجنة شؤون اللاعبين في الوقت ده بقيادة مجدى عبدالغني وكابتن مجاهد أن الاتنين وثق العقد فيه غير الفترة القانونية الخاصة بيه عايزين تقول عليها بقى تزوير أو تزييف يعني بقولوا اللي انتوا عايزينه تقولوا قال لك أحمد مجاهد محيد ومحترم ومضيف وفاهم ده كلام مين يا بيه؟ أمير مرتضى منصور أحمد مجاهد مين يا بيه؟ عضو مجلس الإدارة وأنا بريدة ورئيس مجلس الإدارة اللي الزمالكوية وجماهير الزمالك وإعلام الزمالك بيتهموه من هم اللي وجهوا الدوري للنادي الأهل إذن إحنا قدام شيزوفرانيا إحنا قدام تناقض في إيه حضرتك بتطلع تقول الشخص ده وحش ومفوتاتي ومطبلاتي ومش عارف إيه وبعدها بأيام بتطلع تقول ده الشخص ده زي الفل وبيفهم ومحترم والنظيف وشريف ونزيه والكلام ده كله عشان كده لقينا النهاردة صفحات لبنادي الزمالك بتطلع تسريب الله أعلم مفابرك ولا صحيح لكابتن شوبير تسريب صوتي ومكالمة صوتية لشوبير من سنين السنين لسه فاكرين يطلعون نهاردة تاني وبيعيدوا إزعتهم مرة تانية ده ليه بس عشان طلع شوبير يتكلم على هاني أبوريدا فالزمالكوية بيدفع عن هاني أبوريدا اللي هو من وجهة نظرهم إنه هو اللي ده الدوري للنادي الأهلي في حين إن الحقيقة إن المهندس هاني أبوريدا هو المدافع الأول عن مصلحة نادي الزمالك داخل الاتحاد الأفريقي المدافع الأول عن رئيس الزمالك المعزول داخل الاتحاد الأفريقي شكرا لكم سلام عليكم